نسبة لسؤال الزينة ما يبدو من زينة المرأة الزينة من طبيعة المرأة لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها مفطورة على حب الجمال والتجمل الإسلام يردها على طبيعتها باعتدال حتى لو إنها استعملت الزينة ده شيء طبيعي لأنها امرأة فتستعمل ذلك بحد الاعتدال اللي هو ما يجاوز الحد في العرف إن الناس لما تشوفت قلت ده شيء مبالغ فيه قدر اليسير احنا قلنا قبل كده قلنا في قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها انقسم المفسرين إلى رأيين رأي قال هو الوجه والكفين وظاهر القدمين هو ده ظهورهم ده ظهور زينة المرأة والجزء الثاني من أهل التفسير قال الوجه والكفين وظاهر القدمين وما كان فيهم برضو وما كان فيهما من زينة لأنه أباح للمرأة أنت تكتح مش هيطلب منها لما تلقى أجانب أو تطلع تمسح الكحل ده شيء مش طبيعي وإنها لها قدر يسير من الزينة هي بتاخد هذا القدر اليسير اللي بيخليه الشاه صحي لا مانع في ذلك إذا تزيدت وعدت حد الاعتدال فهنا ندخل فيه المحضور يا صاحبة السؤال فالاعتدال مقصد من مقاصد هذه الشريعة في الطعام والشراب والزينة واللبس والهيئة والتعامل في كل شيء الاعتدال والقصد يعني التوسط في التمتع بالطيبات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان وأذن له في الصالح فيها أن يستمتع به فيه الدنيا ويكون له أجر على ذلك إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى